ارتفع حجم الانفاق على صفقات اللاعبين في الفترة الاخيرة ووجدنا العديد من الاندية تدفع مبالغ باهظة من اجل التعاقد مع لعبين صحيفة اس الاسبانية نشرت تقريرا عن اكثر الاندية الاوروبية التي استفادت من بيع لعبيها بمبالغ باهظة وجاءت قائمة الاندية كالتالي لا طالما تبحث الاندية العالمية والاوروبية تحديدا عن الاستفادة من الصفقات التي تبرمها مع اللاعبين خصوصا مع قرب انتهاء المركات الصيفي الذي يسبق خوض الفرق الموسم الجديد صحيفة اس الاسبانية نشرت احصائية تظهر اقوى الاندية التي نجحت بالفعل في الاستفادة من بيع لعبيها في السوق وكانت المفاجأة ابتعاد الاملاقين برشلون وريل مدريد عن المراكز الاولى ووفقا للقائمة فقد احتل فريق بنفك البرتغالي المركز الاول من بين الاندية التي تابع اللاعبين خلال فترات الانتقالات الرسمية ويستفيد بشكل كبير بامرام تعاقدات جديدة مع اللاعبين اذ استفاد النادي البرتغالي من صفقاته بمبلغ قدر ب727 مليون يورو خلال السنوات العشر الماضية في المركز الثاني حل فريق بورتو البرتغالي ايضا باعتبار ان الاندية البرتغالية تحسن التصرف مع اللاعبين من خلال استقطابهم وخطف المواهب الكبيرة في امريكا الجنوبية وجمع بورتو وفقا للقائمة 721 مليون يورو فيما حل ثالثا فريق تشيلس الانجليزي متقدما على فريق توتنهام هوتسبير الرابع بينما حل فريق ليفربول خامسا واتلاتيكو مدريد سادسا ويوفينتو السابعا اسم ريال مدريد ظهر في المركز الثامن وهو مركز متأخر بالنسبة لقيمة النادي الاسباني فيما اختفى العملاق الكتالوني عن قائمة العشر الاوائل لاعتبر برشلونة احد اكثر الاندية فاشالان في الاستفادة ماليا من التعاقدات وفقا لصحيفة اس الاسبانية